اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هي عندي ثلاث أطوال نفس الثلاث أطوال هم برضو موجودين في العروض بتاعتي العروض بتاعتي عندي ثلاث عروض العرض الأولاني وهو عرض خيط الصدى بالمشت العرض الثاني عرض القماش الخام العرض الثالث هو عرض القماش المجهز الفرق بين الثلاثة الفرق بين الثلاثة إن العرض الأولاني ده اللي هو بيبقى على النول اللي بيبقى على النول حسابه هو حسابه على النول حساب خيط السدا بالمشت وهو على النول وهو اللحمة في طول اللحمة في المنسوج وهو بينسج على النول وده العرض الاولاني وده بيبقى أطول العرود العرض الثاني وهو عرض القماش الخام وهو بيبقى تاني عرض عندنا وهو بيبقى أقل من العرض الاولاني نسبة إلى تقاطعات اللحمة مع السدا بيحصل حاجة ما يسمى بالتشريب تشريب نتيجة تقاطع خيوط الصدى مع خيوط اللحمة بيعمل حاجة اسمها التشريب التشريب عندنا دوت بيقلل من كمية العرض اللي موجود عندي فلما أنا بنسج الخامة بتاعتي دي أو المنسوك بتا�ي على النول بيبقى أول حاجة بيبقى العرض الأولاني اللي هو العرض على النول اللي هو عرض الصدى على النول العرض ده اللي هو أول عرض ده ما بيبقاش حاصل عليه أي تقطعات أو أي تعاشقات فالعرض ده بيبقى سليم 100% يبقى العرض الأولاني هو العرض الأولاني بالطول الطبيعي بتاعه 100% نتيجة تعشق خط السدى مع خيوط اللحمة وطلعت الخامة ديت من على النول هيمتج عندي ما يسمى بالمنسوج المنسوج دوت هيبقى له عرض العرض ده هو العرض التاني وهو العرض القماشي الخام وهو الطول التاني وبيبقى أقصر أو أقل من العرض الأولاني طيب العرض الثالث هو عرض القماش المجهز طيب كلمة المجهز زي ما قلناها بالضبط على الأطوال هي هي نفس الكلام على العروض العرض المجهز ده بعد ما أنا أجريت العمليات التجهيز على القماش بتاعي بعد ما خرج من على النول عملات التجهيز زي السباغة، اتباعة، الغسيل، الطبيض كل دي عمليات تجهيز بتجرى على المنسوق بعد ما بطلعه من على النول طيب أنا عملت عليه عمليات تجهيز بيحصل نتيجة عملية التجهيز ده ما يسمى بالإنكماش ما يسمى بمصطلح الإنكماش، نتيجة عملية التجهيز، نتيجة عملية التبيض، نتيجة عملية الغسيل نتيجة المواد الكيموية اللي أنا بحطها عشان أخسل وضيب بيها أو أزبغ بيها الخامة طيب العمليات التجهيز دي بينتج ما يسمى بالانكماش الانكماش ده بيحصل قسر او تقليل في كمية الخيط العرض بتاعي اللي موجود فده بيبقى ثالث عرض موجود عندي اللي هو عرض القماش المجهز يبقى انا كده عندي ثلاث عروض العرض الاولاني وهو عرض خيط السدب المشت العرض الثاني وهو عرض القماش الخام العرض الثالث وهو عرض القماش المجهز عرض القماش المجهز وده بيبقى اكثر العروض طيب المصطلحات بتاعتنا قلنا المصطلحات بتاعتنا عندنا مصطلحين اساسيين هو مصطلح التشريب ومصطلح الانكماش مصطلح التشريب ده هو برضو بيقولك هو النقص ويطلق على النقص في الطول نتيجة تقاطع خيوط السدى مع خيوط اللحمة لتكوين التركيب النسجي حيث يقل الطول نتيجة لذلك طيب أنا بقلت برضو اللي هو التشريب دوت هو نقص في طول الخيط طول الخيط سواء كان صدى سواء كان لحمة لكن احنا دلوقتي بنتكلم على عروض فالانكماش اللي التشريب دوت هيحصل على الخيط وهو بيتنسج على النول وهو بيتنسج على النول هيحصل ليه حاجة اسمها التشريب نتيجة تقاطع خيوط الصدى مع خيوط اللحمة نتيجة تقاطع الاتنين مع بعض هيحدث ما يسمى بالتشريب طيب المصطلح التاني وهو الانكماش ويطلق على النقص في الطول الناتج من تعرض الاقمشة للابتلال في مراحل التجهيز في مراحل التجهيز بقى هيتعرض طبعا للابتلال نتيجة الطبيض نتيجة الغسيل نتيجة الصباغة نتيجة التباعة ايا كان مرحلة من المراحل دي كلها بيتعرض للابتلال فيحدث ما يسمى بالانكماش نخش بقى على الامثلة بتاعتنا نخش على الامثلة بتاعت العروض ونشوف مثال مثال وممكن يجينا الامثلة دي ازاي احنا قلنا بنحسب العروض وفي البداية خالص في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا ليه بنحسب الاطوال والعروض لان احنا بننتج في النهاية ما يسمى بالمؤيسة بتاعتنا انا عايز احصل على مؤيسة مؤيسة دي انفذ بيها المواصفة بتاعتي على النول فعشان انا انفذ المواصفة دي لازم يكون عندي حسابات حسابات زي ايه حسابات زي الاطوال حسابات زي العروض حسابات زي نسبة زي حساب الاوزان الحسابات دي كلها خلينا دلوقتي في حساب العروض ونبدأ الامثلة بتاعتنا اول مثال عندنا احنا هنستكمل الامثلة من مثال 5 المثال بيقول ايه اتفق مصنع على توريد قماش مجهز عرضه 147 سنتي بالمواصفات الاتية يقل عرض القماش المجهز عن عرض القماش الخام بنسبة 2% ويقل عرض القماش الخام عن عرض السدى بنسبة 4.5% اوجد العرض الخام وعرض السدى طيب احنا قلنا في اي مثال موجود عندنا ايه اللي بيبقى مطلوب وايه اللي بيبقى معطى بنشوف المعطيات اللي موجودة عندنا وبناء عليها انا ببدأ المسألة وبشوف المطلوب ايه اللي مطلوب عندي في المسألة طيب ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود وبكتب في الأول أول خطوة في حل المثال خالص أنا بكتب رقم واحد العروض التلات عروض اللي موجودة عندي نفس اللي قدت بعمله في الأطوال هعمله في العروض أنا قدت بكتب طول السدى طول الخام طول المجهز أنا هنا برضو نفس الكلام همشي بنفس السيستم همشي بنفس الخطوات هكتب عرض السدى عرض الخام عرض المجهز طيب وهبدأ أشوف العلاقات إيه اللي موجود عندي وهو ده اللي أنا إيه هنزله تحت العرض بتاعي طيب العرض اللي موجود عندي عرض إيه هو مديني عرض إيه عرض قاني قماش عرض القماش المجهز عرض القماش المجهز اللي هو عرضه 147 سنتي هو ده اللي أنا هنزله تحت العرض المجهز لأنه هو ده المعطى اللي موجود عندي هنزل العرض المجهز 147 سنتي طيب هو قالت اوجد ايه اوجد العرض الخام وعرض السدى يبقى الاتنين دول ايه مجهولين وعشان الاتنين دول مجهولين قلنا هنحط سين وهنحط صاد تحت العرض الخام وتحت عرض السدى طب ليه انا حطيت السين تحت الخام وتحت السدى حطيت صاد انا حطيت كده لان العرض الخام هو اللي ليه علاقة مباشرة مع عرض المجهز والعرض المجهز هو موجود بالفعل فيبقى اول علاقة انا هستنتجها من المعلوم انا هستنتج من المعلوم فعشان هستنتج من المعلوم انا حطيت تحت الخام سين خلاص طيب بعد كده هبص على ايه هبص على العلاقات بعد كده انا هبص على العلاقات العلاقات اللي هي ايه اول حاجة عرض المجهز يقل عرض القماش المجهز اهو المجهز احنا قلنا ان ده بيبقى اقصر الاطوال او اقل الاطوال هو بيقولك اهو هو بيقل عن عرض الخام بحوالي اتنين في المية بنسبة 2% يبقى احنا كنا بنحط تحت العرض الخام هحط نسبة 100% وتحت عرض المجهز هطلع النسبة بتاعت الخام اللي هي 2% وهحطها تحت المجهز ليه هحطها تحت المجهز لان العرض المجهز هو اقل من العرض الخام بنسبة 2% فالنسبة اللي هتطلعلي هي دي اللي انا هحطها تحت العرض المجهز تعالوا نشوف الخطوة 3 خطوة رقم 3 هنبص على خطوة رقم 4 الأول خطوة رقم 4 أنا نقلت ما عملتش فيها غير أن أنا نقلت العلاقة بقول أنه هو بيقل المجهز عن الخام بنسبة 2% 2% ليه 100 ناقص 2 هتطلع لي 98% هاخد العلاقة دي وهحطها تحت الخام وتحت المجهز طيب هحط تحت الخام ايه وتحت المجهز ايه انا هحط تحت الخام النسبة الكاملة اللي هي 100 لأنه هو ده الطول الأصلي اللي عندي التول الكل وهحط تحت المجهز النسبة اللي هي اقل منه اللي هي 98 98 ليه لأنه هو بيقل عن الخام بنسبة 2% النسبة اللي احنا طلعناها اللي هي 98 طيب هضرأ بالطرفين في الوسطين هينتج الخطوة رقم 5 اللي هي عرض القماش الخام عرض القماش الخام هيبقى كم في المية 147 في 100 147 دي الطول العرض بتاعي بالسانتي في 100 على 98 هينطق لي 150 سانتي وده هيبقى العرض الخام بتاعي يبقى انا جبت سين اول حاجة جبتها سين سين هي هتطلع عندي 150 سانتي طيب يبقى انا هشيل سين دي هشيل كلمة سين وبقى عندي رقم ليها هحط مكان السين 150 سانتي هحط 150 سانتي بتاعي هنا وهيبقى عندي علاقة ما بين عرض السدة وعرض القمش الخام تعالوا كده نشوف الخطوة رقم 6 هحط برضو عرض السدة وعرض القمش الخام اللي هي الخطوة الاولى خالص اللي انا مثبتها وصاد طيب عرض القمش الخام طلع عندي كام عرض القمش الخام طلع 150 سانتي طيب هحط المية وخمسين سمتي تحت العرض الخام بعد المية وخمسين سمتي هتبقى العلاقة ما بين مين ومين هتبقى العلاقة ما بين سدة وخام طيب انا هشوف المسألة في المعطيات بتاعتي هو مديني كم في المية مين اللي بيقل عن مين او مين اللي بيزيد عن مين هنا في العلاقة بيقول بيقل وماشي الخام عن السدة بنسبة 4.5% بص للخطوة رقم 9 بيقول ان بيقل الخام عن السدة بنسبة 4.5% طيب هو الخام هو اللي بيقل عن السدة أيوة الخام هو اللي بيقل عن السدة طيب هعمل العلاقة دية هقول ان 100 ناقص 4.5% هتطلع لي ب95.5% طيب 95.5% هحطها تحت الخام ولا هحطها تحت المجهز تحت السدة عرض السدة ولا عرض الخام هحطها تحت عرض الخام ليه تحت عرض الخام لأن العلاقة ما بين خام وسدى وأن الخام بيقل عن السدى بنسبة 4.5% يبقى النتيجة اللي هتطلع هحطها تحت العرض الخام طيب بعد كده هحط نسبة البيا في المية تحت عرض السدى لأنه هو ده الطول الأصلي اللي عندي أو الطول الأكبر اللي عندي اللي أنا بقيس مقارنة تنبيه طيب هضرب طرفين في وسطين هيبقى الخطوة رقم 10 إذن عرض السدى اللي هو ساد هيطلع لي 150 في 100 على 95.5 هيطلع لي الناتج عندي 157.5 و7 من 10 سنتي وضروري أن إحنا نكتب التمييز بتاعنا يعني في الأطوال نكتب الطول اللي عندي سواء مترة أو ياردة في العروض بنكتب عندي بالسنتي هقول إذن في الآخر خالص هقول عشان أتأكد إن المسألة بتاعتي طلعت سليمة طلعت صحيحة هحط الثلاث عروض تحت بعض وهحط الثلاث نوادك تحت بعض وهشوف العرض الأولاني والعرض الثاني والعرض الثالث هل هو العلاقة جات الأول بنسبة أكبر والتاني بالنسبة أقل بالنسبة بتاعته والتالت بالعرض بتاعه بالنسبة بتاعته أقل من اللي قبله ولا لا عشان أتأكد من الخطوات بتاعتي سليمة ولا مش سليمة فهشوف كده عرض السدى هلاقيه 57.5 و 5 من 10 سنتي عرض الخام 150 سنتي عرض المجهز 147 سنتي فهتأكد كده أن عرض السدى هو أكبر العروض أو أطول العروض اللي موجودة عندي 157.5 والتاني أقل منه 150 والتالت 147 سنتي وده أقل العروض اللي هو كان معلوم عندي تمام وكده خلصنا المثال رقم 5 نخش على المثال اللي بعده نشوف شكل جديد من أمثلة العروض المثال التاني هيقول إيه المثال التاني المثال التاني أماش صوف مجهز عرضه 150 سنتي فإذا علم أن العرض الخام يزيد عن العرض المجهز بنسبة 3% وعرض السدى يزيد عن العرض المجهز بنسبة 5% اوجد كل من عرض الخام وعرض الايه وعرض السدى اوجد كل من عرض الخام وعرض السدى أنا بشوف أول حاجة المعطى اللي موجود عندي إيه هي المعلوم في المسألة من الثلاث عروض وبناء عليه أنا بشغل المسألة بتاعتي يبقى أول حاجة بشوف المعلوم تاني حاجة بشوف العلاقة بين مين ومين تالت حاجة بشوف المطلوب عندي إيه اللي مطلوب عندي واللي مش موجود في المسألة اللي موجود عندي برضو المجهز عرض المجهز هو المعلوم اللي هو 150 سنتي فاللي مجهول هو عرض الخام وعرض الايه وعرض السدى طيب العلاقة هنا ايه يزيد ولا يقل العلاقة هنا انا هتطلق خط تحت كلمة يزيد تحت كلمة يزيد دي هتغير في النسبة بتاعتنا طب هحط تحت مين اليزيد وحط تحت مين السابت المية هنشوف كده خطوة خطوة في حل الايه في حل المسألة أول خطوة زي ما تعودنا احنا بنكتب الثلاث عروض موجودين عندي بكتب العرض الاولاني عرض السدى وهو أطول العروض بكتبه أول واحد لانه هو أطول العروض بكتب العرض التاني هو عرض الخام وهو أقل من عرض السدى بكتب العرض التالت وهو عرض المجهز وهو أقل العروض اللي موجودة عندي أو أقل أو أكثر العروض اللي موجودة عندي فبكتبهم الثلاثة على الترتيب بشوف المواطق أو المعلوم اللي موجودة عندي في المسألة وبحطه تحت الخامة بتاعته أو تحت العرض بتاعه اللي موجودة عندي عرض المجهز فبكتب الـ 150 سنتي تحت عرض المجهز طيب وبحط سين وبحط صاد قلنا بحط سين تحت الخام وبحط صاد تحت السدة ليه تحت الخام؟ قلنا لأن المجهز هو اللي معلوم فالعلاقة هتبقى أول علاقة ما بين الخام وما بين المجهز عشان كده أنا بحط كلمة سين أو بحط الرمز سين تحت الخام طيب العلاقة هنا قلنا يزيد العلاقة هنا قلنا يزيد طب يزيد بنسبة كم في المية تعالوا نبص على الخطوة رقم 4 الخطوة رقم 4 بنقول بيزيد الخام عن المجهز هو الخام بيزيد عن المجهز أيوة ان الخام هو اللي بيزيد عن المجهز بنسبة كم بنسبة 3% 3% هفصرها ازاي او هحلها ازاي هقول ان 100 زائد خلينا نلاحظ هنا كلمة زائد لان احنا عندنا هنا بيزيد 3% بيساوي 103 في ايه في المية طب هحط المية وثلاثة فيين وهسبت المية بتاعتي فيين المية وثلاثة هحطها تحت الخام لان هو الاطول من المجهز فهحط المية وثلاثة تحت الخام وهحط المية تحت الايه تحت المجهز وهضرب الطرفين في الوسطين الخطوة رقم 5 عشان اطلع عرض الايه القماش الخام عشان اطلع عرض القماش الخام يبقى عرض القماش الخامسين هيبقى 150 في ثلاثة على مية هيساوي 154.5 سنتي برضو العرض هيطلع عندي بالسنتي لان هو المعطى عندي بالايه بالسنتي تمام طيب انا كده طلعت عرض القماش الخام مكان سين فمكان سين هشل سين وهحط القيمة اللي طلعتلي من عرض القماش الخام اللي هي 154.5 سنتي هشلها وحطها تحت العرض الايه هحطها تحت العرض القماش الخام كده هيبقى العلاقة ما بين من ومين ما بين صاد وما بين العلاقة هنا هتبقى ما بين عرض الصدى وعرض الخام لان الخام بقى معلوم بالنسبالي. اللي هو 154.5. طيب هشوف العلاقة بقى ما بينهم الاثنين مين اللي بيزيد عن مين طبيعي ان السيدة هو اللي هيزيد عن عرض المجهز. هنا العلاقة بين السيدة والمجهز العلاقة بين السيدة والمجهز تعالوا نرجع للمسألة ونشوف العلاقة كانت بين مين ومين عرض السيدة يزيد عن عرض المجهز ولازم نبص كويس جدا عرض المجهز ولا عرض الخام هنا في المسألة الدهاني ايه عرض المجهز ان عرض السدى هو اللي بيزيد عن عرض الخام ممكن يلعب لك في الالفاظ ممكن يحط لك خامة مكان خامة فلازم تركز كويس جدا هو عرض الخام ولا عرض المجهز طيب هي العلاقة هنا ما بين عرض السدى وعرض المجهز ان عرض السدى هو اللي بيزيد عن عرض المجهز وأسقط عرض الخام طب بيزد بنسبة كام بنسبة 5% هتبقى برضو هي نفس الخطوات هنحلها بنفس الترتيب لكن احنا في الاول التركية اللي عملها لك ان هي ما بين العلاقة ما بين عرض السدى وعرض وعرض المجهس طب تعالوا نشوف كده هيحلها ازاي عرض السدى وعرض المجهس في الخطوة رقم 9 يزيد عرض السدى عن عرض المجهس بنسبة 5% يبقى 100 زائد وقلنا زائد علشان يزيد 5 هتساوي 105 طب 105 هحطها فين والمية هحطها فين 105 هحطها تحت عرض السدى لان السدى هو اللي بيزيد بيزيد عن مين هيزيد عن عرض المجهز والمجهز هي اللي هتبقى بنسبة 100% طيب هنا لما هضرب طرفين في وسطين هضرب ايه في ايه انا هسقط الخام خالص مش هبص للجزء بتاع الخام خالص وهضرب الطرفين في الوسطين ما بين عرض السدى وعرض القماش المجهز لان العلاقة كانت ما بين الاتنين عرض السدى وعرض القماش المجهز فهضرب المية وخمسين سنتي في مية وخمسة على مية هيطلع لي كام الناتج مية سبعة وخمسين ونص سنتي يبقى انا هشيل الصاد اللي هي قيمة صاد اللي هو عرض السدى هشيل قيمة صاد وهحط المية سبعة وخمسين ونص سنتي مكان الصاد وفي النهاية انا بشوف عندي النتيجة بتاعتي بتطلع لي ازاي بحط عرض السدى الاولاني اللي هو صاد عرض الخام سين عرض المجهز اللي هو كان معلوم هتطلع النتيجة النتيجة اللي طلعا لي مية سبعة وخمسين ونص مية ربعة وخمسين ونص مية وخمسين ونص وكده نتأكد ان طول السدى اطولهم اطول العروض اللي موجودة عندي وطول الخام اقل من السدى وطول المجهز اقل من ايه من الخام ومن السدى فبكده اتأكد ان المسألة بتاعتي ايه سليمة وبكده حلينا المثال التاني نشوف المثال التالت نموذج ثالث المثال الاولاني كان عندنا بيقل العلاقة كانت بيقل المثال التاني كان العلاقة كانت بيزيد والعلاقة دي عرفنا بنجيبها ازاي ان احنا بتطرح النسبة بتاعتنا اللي موجودة وعلاقة يزيد ان احنا بنجمع العلاقة اللي موجودة دي بالنسبة اللي موجودة عندنا طيب المثال التالت مثال مختلف شوية بالنسبة جايب لك الاطوال بالنسبة او العروض بالنسبة عرض القماش الخام عرض القماش المجهز عرض القماش السدى التلات عروض جايبها لك بالنسبة النسبة جهزة مجرد ما انت هيبقالك فيه عرض بس معلوم والتلات عروض بالنسبة بتاعتهم يبقى احنا هنشوف مع بعض كده نشوف المثال ونحل مع بعض خطوة خطوة يراد انتاج قماش مجهز عرضه 120 سنتي برضو ادي لك العرض ايه المجهز هو اللي معلوم المطلوب ايجاد عرض القماش الخام وعرض السدة عرض الخام وعرض السدة هم اللي مجهولين بمعلومية النسبة هنا اديها لك بالنسبة هنا اديها لك بالنسبة الثلاث عروض مع بعض ادي لك النسبة للثلاث عروض مع بعض عرض المجهز الى عرض الخام الى عرض الايه الى عرض السدة والنسبة بتاعتها 5 الى 5.3 من 10 الى 5.5 من 10 المسألة دي هحلها ازاي تعالوا مع بعض نشوف خطوة خطوة هنحل المسألة بتاعتنا دي ازاي اول خطوة انا بنزل العروض اللي موجودة عندي كلها عرض السدة بكتبها زي ما هي عرض السدة بالترتيب عرض السدى عرض الخام عرض عرض القماش المجهز طيب عرض السدى مجهول وعرض الخام مجهول وعرض المجهز هو اللي معلوم فانا هنزل عرض المجهز اللي معلوم تحته هحط القيمة بتاعته تحت العرض المجهز اللي هي 120 120 سنتي هحط 120 سنتي تحت العرض المجهز طيب تحت العرض المجهز هي دي اللي معلومة عندي علشان كده انا هحط تحت الخام الرمز سين وهحط تحت العرض السدى الرمز ايه الرمز صوت وهحط في رقم 3 الخطوة رقم 3 هحط الثلاث نسب اللي موجودين عندي المعلومين في المسألة وهشوف الترتيب بتاعهم ازاي عرض المجهز هو بنسبة خمسة النسبة بتاعته خمسة في المية فهحط الخمسة في المية تحت عرض المجهز لو انت شايفت ترتيب دوت عرض المجهز عرض الخام عرض السدى همشي بنفس الترتيب ده طب لو كان مديني ترتيب مختلف همشي بالترتيب المختلف لو كان عرض السدى هو الاول يبقى النسبة خمسة دي هي اللي هتبقى تحت عرض السدى وخمسة وثلاثة وهكذا طيب انا عرض اللي مكتوب في الاول عرض المجهز يبقى انا همشي بترتيب عرض المجهز عرض المجهز هو اللي خمسة هنزل نسبة الخمسة تحت عرض المجهز تاني عرض عندي اللي هو عرض الخام هنزل العرض الخام اللي هو تاني واحد اللي هو خمسة وثلاثة هنزلها تحت عرض الخام تالت عرض عندي اللي هو عرض السدة وعرض السدة كانت نسبته خمسة ونص هنزل الخمسة ونص أو خمسة وخمسة من عشرة تحت عرض السدة طب لاحظنا ايه في التلات النسب اللي موجودة عندي هو جاب للنسب برضو بنفس الترتيب بتاع العروض ان عرض السدة هو الاطول وعرض الخام الاقل وعرض المجهز هو اقل بينهم الاتنين طيب كده المسألة تعتبرت حلت عندي خلاص بقى انا عندي ثلاث اطراف معلومين وطرف واحد بس هو اللي مجهول كل اللي هعمله هضرب طرفين في وسطين لما اضرب الطرفين في الوسطين هينتجلي القيمة سين اللي هو عرض الخام طيب يبقى هضرب كم في كم يبقى هضرب انا الخطوة رقم 4 120 فخمسة وثلاثة من عشرة على خمسة هينتجلي القيمة سين القيمة سين دي انا هحطاها هنا وهضرب الطرفين في الوسطين العلاقة ما بين السدة وما بين الخام هضرب القيمة اللي هتطلع لي هنا في خمسة ونص على خمسة وثلاثة من عشر عشان يطلع لي قيمة ايه يطلع لي قيمة سوت تعالوا نشوف الخطوات كده خطوة رقم 4 عرض القماشة لخمسين اللي هي المية وعشرين فخمسة وثلاثة على خمسة هتطلع 127.5 واثنين من عشرة سنتي ولازم نكتب التمييز تمام الخطوة رقم 4 أنا طلع لي قيمة سين طلعت لي 127.2 دي قيمة سين فهاخد قيمة سين وهعمل بها علاقة ما بينها وما بين قيمة صاد اللي هي عرض السدى وعرض الخام والعلاقة اللي تحت اللي هي كانت خمسة ونص اللي هو عرض السدى فهضرب طرفين فوسطين اللي هي 127 فخمسة ونص على خمسة وثلاثة من عشرة الخطوة اللي احنا قلناها في الخطوة رقم تلاتة خمسة وثلاثة من عشرة هينتج لقيمة صاد فقيمة صاد هتطلع لي بكام هتطلع لي بمية اتنين وتلاتين وثلاثة من عشرة ايه وثلاثة من عشرة سنتي يبقى انا كده جبت قيمة سين وجبت قيمة صاد فهنا هحطهم التلاتة تحت بعض عرض السدى على النول صاد مية اتنين وتلاتين وتلاتة قيمة سين مية سبعة وعشرين واثنين قيمة المجهز وهو المعلوم عندي اللي هو مية وعشرين سنتي وبكده اتأكد ان الخطوات بتاعتي سليمة لان السدى طلع اطول والخام اقل والمجهز اقل ايه اقل منه طيب نخش على المثال اللي بعده نشوف نموذج جديد نموذج رابع من العروض احنا خدنا المثال الاولاني المثال الاولاني بيعبر عن العلاقات بكانت اقل المثال التاني العلاقات كانت بتزيد المثال التالت كانت بالنسب جابلك النسب جهزة فالنسب مجرد ما انا بحطها وبطلع علاقات بتطلع للنتيجة عندي ايه بتطلع النتيجة عندي جهزة طيب نشوف المثال الرابع المثال الرابع بيقول ايه اجريت تجربة لانتاج وماش مجهز اجريت تجربة لانتاج وماش مجهز وجد ان عرضه برضو المجهز واحد وتمانين بوصة واحد وتمانين بوصة فاذا علم ان عرض السدى كان تسعين بوصة يبقى كده جايب لك جايب عرض المجهز وجايب عرض وجايب عرض السدى اللي اتنين معلومين طب هو عايز المطلوب ايجاد النسبة المقوية للتشريب والانكماش في العرض يبقى هو عايز النسبة اللي كان بيدهالك المعلومة النسبة المعلومة هو محتاجها نسبة التشريب معنى كده التشريب والانكماش يعني دي اقل النسبة الاقل طيب معنى كلمة الانكماش احنا قلنا ان هي مرتبطة بعمليات التجهيز مرتبطة بعمليات التجهيز يبقى انا في الخطوة رقم 3 هحط سين تحت تحت المجهز يبقى انا في الخطوة رقم اولى هنبتدي بالخطوات كده خطوة خطوة الخطوة رقم 1 هنكتب عرض السدة في المشت وعرض المجهز وهم دول العلاقتين اللي موجودين عندي في المسألة هو مدكش في المسألة غير عرض المجهز وعرض الايه وعرض السدة يبقى انا مش محتاجة ان انا اكتب العرض الخام لانه مش مكتوب عندي اللي مكتوب عندي هو ده اللي انا هنزله في المسألة بتاعتي ففي المسألة بتاعتي عرض السدة وعرض المجهز وده معلوم وده معلوم يبقى انا هنزل النسبة بتاعته العرض بتاعه وهنزل العرض بتاع المجهز طيب العرض السيدة كان كان 90 بوصة هنزل التسعين بوصة تحت العرض السيدة وهنزل ال81 تحت عرض المجهز طيب هنا عايز نسبة مقوية النسبة المقوية بصوا في الخطوة رقم 3 مين اللي بيزيد عن مين ومين اللي بيقل عن مين انا فهمت دلوقتي العلاقات فهمت ان عرض السيدة هو اللي بيزيد عن عرض المجهز وان عرض المجهز هو اللي بيقل وهو قال لك أنا عايز النسبة المقاولة التشريب والإنكماش وإحنا قلنا التشريب والإنكماش المعنى بتاعهم إن هم بيقلوا يبقى أنا هحط النسبة 100% تحت العرض الأطول عندي والأكبر اللي هو النسبة السابتة الموجودة عندي والنسبة الأقل هحط سين تحت العرض المجهز وهشوف رقم 4 هضرب الطرفين في الوسطين هينتجلي قيمة سين وهي نسبة التشريب أو النسبة المقاوية للتشريب يبقى هضرب 81 في 100 على 90 هينتجلي مقدار العرض 100 في 81 على 90 هينتجلي 90 بوصة يبقى مقدار التشريب هو عايز نسبة مقدار التشريب هقول المية بتاعتي نقص 90 هتساوي 10 بوصة العشرة بوصة دي هي نسبة التشريب بتاع القماشي المجهز اللي موجودة عندي يبقى أنا عملت إيه دلوقتي؟ كل اللي أنا عملته إن أنا حطيت مقدار عرض السدة اللي هو العرض بتاعي اللي موجود وحطيت مقدار عرض المجهز وحطيت المية تحت العرض الأطول ليه العرض الأطول؟ لإن دي النسبة الكاملة اللي موجودة عندي وحط سين تحت تثبت المجهز لإن المجهز هو اللي نسبته بتنكمش أو اللي نسبته بيحصل فيها تقلص في الخط بتاعي وهطلع النسبة بتاعتي هتطلع 90 ومن 90 هقدر أجيب التشريب بتاعي التشريب اللي هو عشرة ومن العشرة دي اللي هي 100 ناقص 90 هتطلع للعشرة بوصة ومن العشرة بوصة أقدر أجيب النسبة اللي هي طلعت عشرة إيه؟ 10% وبكده خلصنا درس العروض إحنا كده خلصنا الأمثلة اللي على العروض وخدنا الأمثلة في الحلقة اللي فاتت على الأطوال وبكده يبقى خلصنا الأطوال والعروض طيب نخش فقط في الجزء اللي بعدها وهي تمارين على الأطوال والعروض في نفس الباب مديك أمثلة على الأطوال وأمثلة على العروض وبعد ما بخلص الجزء بتاعي الأطوال والعروض بتبقى فيه تمارين كثير على الأطوال والعروض تعالوا نستعرض منها جزء من التمارين على الأطوال والعروض اللي اتنين مع بعض في المسألة نفسها هيجي لك أطوال وعروض أو ممكن يجي لك أطوال بس وممكن يجي لك عروض بس تعالوا نستعرض مسألة مسألة أو مثال مثال من الأمثلة بتاعتنا على الأطوال والعروض نخش على المثال الأولاني يراد إنتاج 720 متر مجهز طيب أنا هقدر أفرق ما بين الأطوال والعروض إزاي عن طريق التمييز هقدر أفرق ما بين عن طريق التمييز دوة متر طيب المتر ده بيعبر عن الطول ولا بيعبر عن العرض بيعبر عن الطول ليه لأن أنا بنتج بالأمطار طيب والعرض بيعبر عن الصنطي لأن أنا بنتج الخمة بتاعتي بتبقى 90 عرض 90 عرض 80 عرض 120 عرض 150 لو عرض عرضين 160 تمام هينتج بالصنطي فأنا كده قدر تميز ما بين الأطوال وما بين العروض فتعالوا نشوف بس كده خطوة خطوة المثال بتاعنا يرد إنتاج 720 متر مجهز قسطور عرضه 176 سنطي طيب هو إيه اللي عرضه 176 سنطي برضو هو العرض المجهز هو العرض المجهز هو اللي عرضه 176 طيب بمعلومية أن نسبة تشريب وانكماش السدى 10% يبقى ديها ترجع للمجهز لأن إحنا قلنا الانكماش مرتبط بالمجهز نسبة 10% هو اللي بيقل يعني هنا ما جابش كلمة يقل وما جابش كلمة يزيد جاب لك كلمة انكماش وتشريب وإحنا عارفين عرفنا أن كلمة انكماش وكلمة تشريب ديت مرتبطة بكلمة المجهز أو مرتبطة بعرض ايه أو طول ايه مرتبطة بطول او عرض الايه أو عرض المجهز تمام بيقل بنسبة 10% ونسبة تشريب اللحمة 12% نفس الكلام نسبة التشريب بتعبر برضو على أن الخامة بتقل بنسبة 12% طيب مين اللي بيقل التشريب طب التشريب ده مرتبط بايه مرتبط بالخامة القماش الخام يا إما طول يا إما إيه يا إما عرض وعدد لحمات الصمتي شوف ضفلك هنا حاجة بقى جديدة عدد لحمات الصمتي 20 حتفة طيب ايه المطلوب المطلوب ايجاد ما يأتي واحد طول الصدى اللازم مع اضافة 3 متر للتقديم وتقشيط النول 3 متر للتقديم والتقشيط يبقى هو عايز طول الصدى تاني حاجة عايز عرض الصدى يبقى هو طالب طول وطالب عرض للصدى الموجود عندي المعطل اللي في المسألة ايه هو اللي موجود في المسألة المجهز طب المجهز وهو طالب طول صدى العلاقة هتبقى بين مين ومين هتبقى بين طول الصدى وطول المجهز وعرض الصدى وعرض الايه وعرض المجهز 3 مطلوب اللي هو عدد لحمات الصمتي على النون تعالوا نشوف كده المسألة دي خطوة خطوة نحلها ازاي مع بعض الخطوة رقم واحد هو المطلوب كان طول الصدى واللي موجود في المسألة المجهز يبقى هنا هنكتب طول الصدى وطول المجهز لان هما الاتنين دول اللي موجودين عندي في المسألة ما جابش سرط الخام خالص طيب مين اللي معلوم عندي طول الصدى طول الصدى كان 720 متر طول المجهز 720 متر طيب طول الصدى سين مجهول طيب هو قال مين نسبة التشريب كانت بنسبة كم في المية نسبة التشريب والانكماش كانت بنسبة 10 في المية بنسبة 10 في المية يبقى انا هعمل ايه 100 ناقص 10 هتطلع 90 طب التسعين هحطها فين والمية هحطها فين المية هحطها تحت طول الصدى والتسعين هحطها تحت طول المجهز وهضرب طرفين في وسطين هقول ان طول السدة هيساوي اللي هو قيمة سين 100 في 720 على 90 هيتلعلي ب800 متر طيب قال لي ضف لي جملة قال لي مع اضافة 3% 3 متر تقديم وتقشيط طيب 3% 3 متر تقديم وتقشيط دي انا هعملها ازاي نتجة تقديم وتقشيط طيب انا هجيب التنمية اللي تلعولي دي زائد 3 متر الزيادة نتجة التقديم والتقشيط وهحطهم بالاضافة للتنمية بقى التنمية زائد 3 هتبقى 803 متر بكده جبنا طول السدة وجبنا طول السدة بعد اضافة التلاتة متر نتجة التقديم طيب هيبقى عندي العرض اخر حاجة العرض بتاعي عرض السدة هو اللي مجهول وعرض المجهز هو اللي معلوم فانا هحط العرض بتاعي المجهز بتاعي اللي هي 176 سمتي وهحط الصاد عندي هو اللي مجهول وهعمل طرفين فواسطين طيب النسبة كانت عندي بنسبة كام نسبة 12 في المية فهعمل 100 ناقص ده هي كانت قيمة التشريب او قيمة الانكماش 100 ناقص 12 هتطلع لي ب88 فهحط ال88 تحت المجهز لان هي مرتبطة الانكماش قلنا بالمجهز وهضرب الطرفين في الوسطين طيب هضرب الطرف الاولاني اللي هي 176 في 100 على 88 هيطلع لي ب200 ب200 سمتي وليه كتبت سمتي لان ده مرتبط بالعرض بتاعي اخر خطوة عندنا اجاب عدد اللحمات هو قل مقدار التشريب مقداره 10 في البية عدد اللحمات مرتبط بالتشريب اللي موجود عندي فانا هحط عدد لحمات الصنطي اللي هم 20 حتفة اللي موجودين وعدد لحمات الصنطي على النول 10 والمية تحت عدد لحمات الصنطي وال90 هحطها تحت لحمات النول لان هو بينقص بمقدار 10 في المية فانا عملت المية ناقص 10 هينتج ل90 فهضرب طرفين في وسطين هيطلع للعشرين حتفة في التسعين عالمية هينتج الـ 18 لحمة في الصنطي وبكده خلصنا اول تمرين بتاعنا على اول مثال عندنا من تمرين الاطوال والعروض ففي تمرين الاطوال والعروض هيجيب لك مسألة مجمعة ما بين الاطوال وما بين العروض مش كده وبس ممكن يجيب لك نسب كمان وممكن كمان يجيب لك زي ما جاب عدد الحدفات بتاعة الايه بتاعة الصنطي فممكن تبقى مختلف وممكن تبقى متنوع التمرين كتير وعايز مراجعة كتير فان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله نستكمل باقي تمرين الاطوال والعروض وإلى هنا نلتقي في الحلقة القادمة على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة